السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع اي مرة اخرى على قناة علم شهي مع درصاف اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم تختولت رائع جدا بالتفاح و بالكريم بطيسير مدق ولا اروع بعجين هج رائع جدا فقط تابعوا الفيديو الاخر و فرجه ممتع سوف نبدأ اول حاجة سوف نحتاجها 250 جرام من الدقيق نوعية جيدة ما يعادل جوج كؤس عن بونس سوف نحتاج 125 جرام من الزبدة اللي هي نصرابعة 100 جرام من سكر سنيدة او سكر غلاسي اللي هي كأس الى ربع كأس غير مملوء من سكر سنيدة قبيصات الملح سفار بيضاء و جوج من سكر الفانيلا قبيصات الملح دائما سكر الفانيلا و الزبدة نعمل بالاطراف الأصابع نحاول ندخل هذه الزبدة في الدقيقة التي لديها كامل لا تبقى لديها طريفة الزبدة ضروري كنرمل هذا العجين أو الخالط حتى نحصل على هذا القوام حتى نحصل على قوام الرمل ثم نضيف سكر سنيدة أو سكر غلاسي حتى نضيف سكر غلاسي ثم نضيف سكر غلاسي مباشرة نضيف ملعقة من الماء البارد جدا ثم نضيف ونبدأ نجمع نحاول ندخل به الزبدة مع هالخالط ونبدأ نجمع وننجمع لكي نضيف الماء البارد جدا كيف تشوفوا معي نجمعها بين ايديها لا تدركها نهائيا هذه العجينة لا تريد أن تدركها نهائيا من بعد سنضرها في بلاستيك غدائيا نغطيها جيدا ندخلها لتلاجة ترتاح على الأقل ساعة حتى ترتاح جيدا بعد من بعد سنضح لتخدمها كريمة سنحتاج نصف لتر من الحليب العادي الحليب البارد مع ربعات المعالق الكبار مملوئين جيدا من النشا أو ممكن تدركه خالد النشا مع الدقيق مع نشا سنحتاج 80 غرام السكر يعني تقريبا كأس إلى ربع عنبة مع جوج بيضات كبار كاملين تقدروا تخدمه بالصفر فقط فقط تدركوا ربعات السفر لكن أنا سوف نفضل البيض الكامل جوج بيضات ونحتاج جوج من سكر الفانيلا أول شيء سنضع الكاثر ونضع فيها الحليب ونضع على نار حتى يسخن ثم نضع بيضات سوف نضع النشا أو الخليط النشا والدقيق أو حتى بودرة الكريم باتيسير سوف نضع السكر والسكر الفاني ونضع الخليط جيدا حتى نحصل على خليط فاتح ونتأكد بالنشا مع السكر والبيض ونضع هذا هو القوام الذي نحصل عليه كيف تشاهدون معي سوف نضع الحليب حتى يسخن الحليب جيدا ونضع قليلا ونضع قليلا طريقة اعتياد الكريم باتيسير ونضع القليل ونضع نار هادئة مع التحريك المستمر بدون توقف حتى تعقد لها الكريمة ونضع دقائق فقط تبدأ تغلق ونتقل كيف تشاهدون قوام درابة الشكل أهم حاجة أنه لا نقفوش تحريك باش ما تتكورش لي هاد الكريمة ونجهدش النار باش ما تتحرقش ليه من التحت غير كتباليكم بدت تغلى سوف يكتفوع لها هادا هو القوام ديالها كيف تشوفو معي تقيلة وعقدة وكتباليكم انها بدت تغلى غادي نطفع لها مباشرة غادي نضعها في شيبول وغادي نغطيها بالبلاستيك الغدائي غادي نضع البلاستيك ملامس مع الوجه ديالها وبسرعة باش ما تربيش ديال القشرة من الفوق يعني ماشي نغطي هاد الزلفة كلها كنغطي الكريمة وكندير البلاستيك ملامس للوجه ديالها سوف ندخلها للجاة تتبردها مع بعض بعد مرتاح تحت في تلاجة غادي نخرجها غادي نقطع منها القطاع ونبدأ نشكله في هاد المول اللي عندي من طبع الحال تقدروا تتلقوها بالمدلك بين جوجه ورق ديال الطبخ وتقطعوها دوائر وتعمروا بها المول لكم الاختيارة نحاول تغيين اختصر بحلاكة نحاول نعمر المول مزيان ونشكله نرقها مزيان نحاول نبسطها من الوسط ومن الجوانيب ونطلع لي على الحواف باش تجيني كلها قد وما تجينيش بلاسة غليضة من بعد كنغطي الزوائد بواسطة السكين كيف كتشوفوا معي ونتأكد اني رققت الجوانيب كاملين ورققت الواسطة ونحاول نضغط عليها من الجناب كيف كتشوفوا معي من بعد كندخلهم في الكونجلاتور كنخليهم واحدة شوية يشوت راسهم ونخرجهم باش نعمرهم سنتقبهم كاملين بالفرشت باش هاك نتأكد انهم ما غاديش يتنفخوا لي في الفران كاملين كنتقبهم وضروري ما تخليهم من بعد ما تشكلهم في الكونجلاتور او ثلاجة حتى يشوتوا راسهم هذا الدوث الانوميلي كنخدمناهم بالدينو كي يطرخوا لابط كالترخة من بعد سنجلب قطعة من التفاح كنديرها في التحت في الأسفل انا لم احيي تلاج القشرة ولكن لكم اختيار وتتحيدوا انتم القشرة تقدروا تحيدوا سنجلب الكريم باتيسيري اللي تكون بردت سنجلب طبقة فوق من هذا التفاح طبقة تكون مزيانة لتغطي التفاح كامل ومن بعد اخذ التفاح اللي نقطعه كيف تشوفوا معيني كنحاول نقطعه على جوج وكننقطعه رائحة رقيقة كنحيدة ونبدأ كيف تكفي القشرة ونبدأ نستفوق بشكل ترونشة فوق من ترونشة حتى نغطي التخطولات كاملة كنعمر لمون كامل نأخذ دردرو فوق من التفاح كي يتكرمي الفران وندخلهم الفران في حرارة متوسطة من الأسفل فقط وندخلهم في الوسط حتى يجب التحمر ويجنب يجب يجب من الفوق كي يأخذ يدخل من الفران مباشرة كالدهن سواء بالعسل او اخذير حتى يجب للمعة وفي نفس الوقت يجب المربع وفي الأخير اخذ كوكا ومهر ومهر من طبعا يجب يجب منظر كثيرا كثيرا نهاية رائع جدا المقادر يجب طريقة سهلة ولكن نتيجة أكثر من رائعة المدق رائعة جدا مع الطفح يجب رائعين يعني متمنع لكم تجربوهم أكيد سوف ينالوا إعجابكم وشي حاجة سهلة خفيفة ومكتاخدش واحد الوقت اللي هو كبير أنا ساوبتم في ديمول اللي هو ما شوية كبير كيف تشوفوا معايا متوما إلا عندكم ديمول اللي هو ما صغر أكيد غد يعطكم كيمية أكبر كل ما كانوا ليمو صغر كل ما كانوا عندكم كل ما أعطوكم كيمية أكثر من طبيعة الحال وكان هذا اقتراح اليوم كان نصحكم بشدة أنكم تجربوهم أكيد غد ينالوا إعجابكم كالعادة يلعجبكم الفيديو لا تنسونيش أو ما تبخلوش هدية بلايك أو شام شاركوا الوصفة مع الأهل والأصدقاء اللي تععم الفائدة ولكنتوا أول مرة تشوفوا القناة ديلي لا تنسوش تشتركوا نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم في فيديو مقبل إن شاء الله وبإذن الله إلى اللقاء